السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة هنبدأ نشرح مع بعض منهج الماث هنشرحه مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة لنبدأ مع بعض هنبدأ ان شاء الله الشرح من كتاب المعاصر واللي مش معاك كتاب المعاصر ما فيش اي مشكلة يقدر يشتغل معايا من اي كتاب الشرح واحد وكل كتب محتوها واحد اي كتاب تاني اهم حاجة نفهم الدرس وبسهلة جدا ان احنا نطبق عليه تعالوا معايا كده نبدأ مع بعض اول حاجة بتاعتنا هنا عندنا قراءة البيانات درسية النهاردة بيتكلم عن بيتكلم عن ايه يعني ايه يعني اللي قدامكم ده عندنا هو عبارة عن يعني ايه عندنا شايفين معايا دي بقول عليها يبقى دي عبارة عن عبارة عن تشارت لقدامكم دي اسمها تشارت تشارت دي احنا بنستخدم فيها عندنا بارز ده اسمه بارز يعني قالب او اسمه كولمز اسمه ايه كولمز يعني اعمدة يبقى بنستخدم فيها بارز يعني قوالب او بنستخدم فيها كولمز يعني اعمدة طيب بنعمل فيها ايه دي بنستخدمها توشو اماوانس عشان بنوضح فيها الكميات اي حاجة احنا بنحب المثلها فبنستخدم عندنا ده طيب يعني مسلا هنا عندنا شايفين دي قدامكم دي في كده طيور موجودة عندنا في الفارم دي في المزرعة ده عندنا بيكون في كده مجموعة من الحاجات اول حاجة عندنا في الطايتل الطايتل اللي هو العنوان بتاع العنوان ده علشان يوضح لي ده بيوضح ايه او احنا هنعملوا ليه تمام وبعدين هنا عندنا في العمود ده اللي واقف ده عليه ده اسمه اسمه ده بيوضح لنا بيوضح ايه عايز الطيور وهنا عندنا دي الطيور نفسها اللي احنا عاوزين نعمل لها ايه نوضح منها نوضح الكلمات بتاعتها اللي موجودة في المزرعة وعندنا الجزئية دي بتاعت ده اسمه تمام اسمه ايه تمام ده اسمه تمام احنا عاوزين ايه عاوزين دلوقتي مسلا عندنا بيرد الطائر ده عاوزين نعرف الاماونت بتاعت البيرد اللي موجودة عندنا في الفارم دي في المزرعة دي تمام فاحنا هنبدأ نعدي كده عدد البردس من النوع ده فحنلاقيهم كم حنلاقيهم سيفن علشان انا اوضحها من خلال البراجراف اللقصادي ده بعمل لقلن القدامي ده او العمود بتاعي ده ليه عشان عدد البرد اللي هو النوع ده من الطائرة عندنا سيفن فبالتالي انا هجيب الالم بتاعي الالوان وحبدأ كده اعمل كده اعمل قد ايه لسيفن كده عندنا وان تو سري فور فايف سكس سفن تمام وحبدأ اعمل قرر لسيفن دول طيب انا عاوزة اشوف البرد ده كمان عدده كام لو عدناه هنا عندنا في البيردشر لقدامنا وان تو سري فبالتالي اهو انا عملت كده تقلر عندنا شايفين اهو وان تو سري تمام لحد نمبر سري هنا عندنا ده عندنا كام هنشوف مع بعد كام وان تو سري فور فايف يبقى انا هاوصل لحد number 5. هعمل كده عندنا اهو. كده 1. عندنا قصاده اهو. 2. 3. ادي 4. عندنا اخر حاجة 5 اهو. وحبدا اقف لحد هنا. بعدين عندنا bird ده كان 1. 2. 3. 4. يبقى هاعمل color اللي كان 4. ادي قصاده كده. عندنا 1. عندنا 2. 3. وهنا ايه? وهنا 4. يبقى انا كده مسلت ايه? مسلت عندنا data البيانات دي. او وضحت له الاماونت الخاصة ببيردس الطيور. شفتم معايا ازاي? هو ده كده درسنا النهاردة. طيب تعالوا كده معايا. علوا معايا كده نتضرب على الدرس بتاعنا من خلال اكسرسايز number 1. هنا بيقول color one box for each animal. لون صندوق واحد لكل حيوان. the first one is done for you. هو اول واحدة حلها. هنا جايب بتاعي بعنوان animals in the garden. الحيوانات في الحديقة. هنا جايب number of animals وهنا جايب الانمال. ده عندنا اول حاجة cat. فهنا بيقول the number of cat. عدد الكات كامل الموجودين معايا في الجاردن في الحديقة دي. تعالوا كده نشوف مع بعض كام واحدة. اه ده عندنا بس هنا one cat. يبقى هكتب هنا عندنا ايه? هكتب في النقط دي number one. هكتب ايه? number one. وحاجة في بتاعي. هعمل كده color لحد فين? لحد one. طبعا هو حللها خلاص. لكن انا هوضحها لكم مرة تانية. فهعمل بس one هنا. طيب the number of. بعد كده عاوز عدد birds. عدد الطيور. شايفين? the number of. وهو جاي بالشكل ده. فبالتالي هبدأ اعمل لهم count هنا كده one two three four five. يبقى هكتب هنا كام? هكتب number five. وجي فو اعمل color لحد ما وصل لفايف. شايفين معي? اهي. هنا عندنا يبقى انا هعمل color لكل الاجزاء دي. طيب هنا عندنا the number of butterfly. عاوز يارف عدد الفرشات. كام عندنا? تعالوا نبدأ نعمل count. one two. عندنا هنا three four five six seven. يبقى انا هكتب هنا seven. وحبدأ اعمل color من فوق لحد ما وصل ل number seven. فين عندنا number seven? اهو. يبقى انا هعمل color لكل الاجزاء دي. طيب وهنا عندنا the number of rats. عدد الفقران كام? تعالوا نبدأ نعمل count. عندنا هنا one. هنا كمان في two. يبقى عندنا كام two? تمام? وحبدأ اعمل color لحد number two. بالشكل ده. تمام? تعالوا نشوف كده لبعده. one box for each animal in the picture. لون كل صندوق. لون صندوق واحد لكل حيوان. هنا جاي يبدأ types of animals. وهنا number of animals. وهنا يعني عنوان بتاعنا title c animals الحيوانات البحرية. from the paragraph complete. the number of عاوز العدد بتاع ده كام? تعالوا نبدأ كده مع بعض نشوف the octopus. النمبر بتاعه. هنا عندنا كده one. هنا one وفي واحد تاني كمان يبقى two. يبقى انا حكتب the number of octopus is two. وحبدأ اعمل color لحد ما وصل لnumber two. ادي one two بالشكل ده. the number of stars. تعالوا نشوف the number of stars كامل. عندنا هنا نبدأ نعمل count. one two three four. حكتب هنا four. يبقى عندنا the number of stars. four. حكتب four. واعمل color هنا عندنا كام? one two three four بالشكل ده. طيب بعد كده هنا في the number of fish is. تعالوا نشوف الفش كامل. عندنا هنا one two three four five six. هكتب هنا the number of fish is six. اعمل color هنا one two three four five six. لحد number six هبدأ اعمل لها كلها color. the number of turtle. عاوز يعرف عدد استرحيفة كامل. تعالوا نشوف هنا عندنا turtle فينها one two three four five five six seven eight. يبقى كام عندنا eight turtles. يبقى حكتب هنا eight. وهبدأ اعمل color لحد ما وصل ل number eight وهو طبعا اعلى حاجة وهو عاوز لهم كلهم color. هنا the number of. هو عاوز يعرف النمبر بتاع اخر حاجة اللي هي صدفة اللي قدامي دي. تعالوا نشوفها one two three four five. يبقى كام صعيف. يبقى حكتب هنا five. اخر حاجة معايا اهو. وحبدأ اعمل color اللي موصل ل number five. اوكي. ومعايا هنا page twenty four. in post pages في الصفحتين دول. color one box for each animal or insect. عاوزنا نلون وسندوق واحد لكل حيوان او حشرة. هنا جايب العنوان in the farm في المزرعة. وجايب هنا الانيمولز وانسيكتس. وهنا number of animals or انسيكتس. طيب اول حاجة عاوزين نعرف بي. النحلة عزده كامل. تعالوا نبدأ كده نعمل count لبيز النحل. شايفين معايا هنا النحل كامل? هنا عندنا اهم. نبدأ نعمل لهم. عندنا من فوق نبدأ نعمل لهم count. one two three four five six seven eight nine nine ten. يبقى عزد البيز كامل عزد البيز ten. يبقى انا حاجة كده من تحت انا. لما انا الوان نبدأ نعمل color بالالوان. فهنا ten الحد فيه لحد هنا. طبعا هي ميلة. فاحنا هنعمل color لحد ما نوصل لهنا نوصل ل number ten. ده كله هنعمل له color. بعدين هنا عاوز rabbit الارانب. فين? عندنا الارانب اهي. one two three four. وهنا كمان في rabbit يبقى five. يبقى لحد فين? شايفين معايا اهو? لحد هنا بالضبط كده. تمام? وحبدأ اعمل color لكل ده. بعدين عاوز horse الاحسنة. هي واضحة قدامنا. one two three. اهو واحد فوق. تمام? يبقى هعمل color كده عندنا one two three. هن الدجاج عندنا فين? واهو. one two three four five six seven. عندنا الدجاج لحد number seven بالشكل ده وهعمل لهم color. اخر حاجة عندنا كاو البقر. one two three four five. كم قلنا five? يبقى لحد فين? لحد هنا كده. وهنعمل color لهم كلهم. تعالوا نحل هنا. عاوز نعمل اي? use the paragraph complete using more than or less than or equal. number of number of piece. عدد النحل كام? فهنا عدد النحل احنا قلنا احنا قلنا ان هما ten. و number of hands the cam? فاكرين معي قلنا? عندنا اهو seven. يبقى هنا seven. طيب يبقى عندنا ten? طبعا اكيدوا عارفين ان ten is bigger than or greater than seven. يبقى حط عندنا العلامة قدام قدام number ten. تمام? number of rabbits. عدد الالان بكام? ال rabbit كام? عندنا five. احط five. وبكاوزة عندنا كام? عندنا برضو five. تمام? يبقى هما الاتن ايه? هنا five وهنا five. يبقى equals. number of horses. فين horses احيه? شايفين معي اهو? horses cam three. و number of bees? bees عندنا لحد number ten قلنا. يبقى عندنا three ولا ten? لا طبعا عندنا ten. بحط العلامة وشها كده. number of hands. عدد الدجاج عندنا كام هنا? شايفين معي الحد number seven يبقى seven. والrabbits يبقى عندنا الrabbits five. ها? يبقى عندنا مين طبعا? seven. هنا number of cows. قلنا cows five. وهورسز عندنا three. يبقى عندنا الفايف ولا three? طبعا الفايف. تمام? شفتم معي ازاي? وده كان درسنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. وتنسوش تعملوا لايك للفيديو. thank you for watching.